السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكريمة مرحبا بكم في قناة متبخداري اليوم سوف نحضر معكم حرشة معمراء بالجبن رائعة بحجم عائلي لا تنسوا انكم تابونه لكي تصلوا بجديد الوصفات لا تنسوا انكم تدعموني بلايك وتبرتجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء فعلى بركة الله سوف نحتاجوا في المكونات لدي روشكسة سميدة رقيقة سميدة الخاصة بالحرشة معلقة السكر نصف يعني 4 جرام الخميرة الحلوية او نصف هذا الشيء الحمر معلقة الزبدة شوية الملحة تقريبا 1-4 كس زيت الزيتون والماء كي نجمعوها انا هنا يوضعت الخميرة كما شاهدت معايا ونسيت ايضا راس معلقة الخميرة المعجونة الخاصة بالخبز وضعت الزيت وضعت الملحة كار الخميرة سنضيف شوية الخميرة الخبز والزبدة مع القدية الزبدة ونجمع الحرشة يعني تكتب اللي مرملة بالنسبة للجبن ونجمع الناس لا يمكنك فضعت من تذكر المنزلي نجمع الرابط في الاتصال لو كنت تحضروا الجبن اتركوا الرابط في الاتصال بعد ما رملتها بعد نضيف الماء انا هنا اضفت لها جوج لكيسان ومص بالماء يعني تكتب اللي خفيفة كنخليها كتشرب واحد الخمسة ديال دقيق قعد نكمله الحرش ديالنا هنا مبعد وما تشربت الحرش على هات الشكل هادا دبا كنجيب مقلاء اللي دهنته بزبدة اورشيته بسميده وكان وضع نصف الكمية في المقلاء وكان في الزجاج يضيب شوية ديال الماء وكنتلقاه باش كيسهل عليكم انكم تطلقوا ذلك الكمية القليلة كان اعتقدر ان الصورة المقلاء يعني ممش دوداش مزيان ما كنتش منتبه الكاميرا في الوضع الى الكاميرا صافيه هنا يا غادي نجيب الدك الجبن وغادي نوزعه مزيان على فوق يعني فوق دك الحرشة كيما قلت لكم ممكن انكم تستعملوه الجبن اللي كتحضروه في الدر ديالكم جا تفنه نتمنى انكم تجربوها وكما لاحظتي ومعايا بحاج معايا ما تحتاجوش انكم تصوبوك يعني ادوك اللي كنصوبو كل وحده بوحده ويجا تفتيه يا كدب في الفم صافيه باك نوضع ذلك الناس في الاخر وكان بدا نوزعه بشوية فوق دك الجبن يعني كيخسكم تغطي بدك الجبن بدك يعني بدك الخالط اللي يبقى لكم بعد ما غادي نوزعه مزيان غادي نوضع واحد تقب هكا في البسط باش تنفس الحرشة وغادي نوضعه في القنار هادي اجيد جدا بطبيعة الحل بعد ما ترشو عليها من الفوق واحد شوية ديال السميدة نوضع الطبصيل ونقلبه حيث بزافة الاخرشة فاكي ملاحظتي وكتقلب بسهولة ما كتلسق لكم ما تشي حاجه غير خليوها تنشف والنار تكون قليلة بصاف ده بغادي نرداء تكمل الطياب هنا ايام بعد ما طابت كيكون هذا هو الشكل النهائي دياله كجي رائعه فنه نتمنى انكم تجربوها جسه شيشه كالدب في الفم الى عجبتكم الوصفات ما تنسوش انكم تابونوا فلاشين باش تسلوا بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم نهاية الوصفة دمتم في رعايات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة